اشتركوا في القناة وكماله فملأ الكون بنوره وضيائه ونصلي ونسلم على خير خلق الله سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن ولاه وبعد ايها الاحباب الكرام السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته حديثنا اليوم عن حدث عظيم تستحضره الامة الاسلامية قاطبة في مشارق الارض وفي مغاربها انه حاددة ذكر الاسرائي والمعراج في مثل هذا اليوم ستقع هذه المعجزة الكبرى الرحلة النورانية التي سوف يأخذ فيها رب العزة نبيه وصفيه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ليريه من ملكوت الله يرى كل شيء اول الخليقة واخر الخليقة وما بينهما بل ويكلم الله تكليما ويصل الى سدرة المنتهى هذه الواقعة العظيمة من شأنها ان تشعل جدوة الامان في قلوب اهل الاسلام نريد معكم اي والاحباب الكرام ان نستحضر هذا الحدث العظيم وذلك امتتالا لقول الله تعالى وذكرهم بايام الله وذكرهم بايام الله الله تعال له ايام عظيمة وجليلة على مسار السنين والشهور والاسابيع وعلى مسار الدهر وحري باصحاب الاسلام ان يستحضروا هذه الدكريات الغالية ويعيش اجواء نورانية ويستنبط منها العبر والعضات ونستفيد منها في حياتنا المعاصرة ذكرى الاسراء والمعراج تتجدد في قلوبنا لما قام ربنا عز وجل بهذه الرحلة من مكة المكرمة الى المسجد الاقصى ثم بالاعراج بالنبي الكريم الى السماوات العلا هذه الرحلة ربنا اراد منها اغراض اولا تتبيث قلب النبي صلى الله عليه وسلم لانه جاهد في الله حق جهاده فاراد ان يوريه الايات الالهية الكبيرة والعظيمة والمبهرة حتى يصير ايمان النبي صلى الله عليه وسلم رأي العين هذا ايمان قوي رأي العين وايضا ربنا اراد ان يزيد في ثبات المؤمنين والمؤمنات الصفوة من الصحابة الذين كانوا مستضعفين اراد ربنا ان يمحص ايمانهم وبالمقابل هناك ضعاف الايمان هناك اصحاب الشك تزعزعت قلوبهم فارتد بعضهم عن الاسلام اول ردة اول ردة في الاسلام وقعت عقب الاسراء والمعراج ولم يثبت الا من ثبت الايمان في نفسه ذكر الاسراء والمعراج خلدها ربنا عز وجل في كتابه العزيز فبالنسبة للاسراء قال جل جلاله بعد بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي اسرى بعبديه ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من اياتنا انه هو السميع البصير هذه الاية تخلد لذكرى الاسراء اما ذكرى المعراج هو الصعود الى الاعلى حينما علج بالنبي صلى الله عليه وسلم من الارض الى السماء حتى بلغ سدرة المنتهى وكشف الله له عالم الغيب عالم الملكوت وعالم الرحموت يخلدها الله تعالى في قوله بعد بسم الله الرحمن الرحيم والنجم اذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى انهو الا وحي يوحى علمه شديد القواد من ره فاستوى وهو بالافق الاعلى ثم دنا فتذلى فكان قاب قوسين او ادنى فاوحى الى عبده ما اوحى ما كذب الفؤاد ما رأى اثتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة اخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى اذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى ما زاغ البصر وما طغى ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من ايات ربه الكبرى هكذا ربنا عز وجل يخلد هذا الحدث العظيم في كتابه العزيز حتى لا ينساه المؤمنون والمؤمنات حتى لا يغفلوا عنه ونريد ايها الاحباب الكرام في حلقة هذا اليوم ان نعيش وإياكم سويعة ايمانية نورانية كيف وقع ولماذا وقع وما هي الاشياء المترتبة عن هذا الوقوع رحلة الاسراء والمعراج قبل ان يقيمها رب العزة اذا رجعنا الى الخلف قليلا نجد بان سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم سيواجه عدة مشاكل فقد كان في اول الدعوة الاسلامية مؤازرا من طرف عمه ابو طالب الذي كان يحميه خارج البيت هو محمي من طرف عمه ابو طالب وداخل بيته هو محتضن من طرف زوجته الطاهرة خديجة بنت خويلد في هذه السنة سيموت عمه ابو طالب وتتبعه زوجته خديجة ومن ثم لم يعد هناك من يؤنسه او يؤازره الا القليل وبدأ المشركون يضيقون الخناق على رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكم ان تتصوروا مقدار العذاب والمعاناة التي كان يواجهها النبي صلى الله عليه وسلم بالليل والنهار كل ما يخطر على بالكم من الشدائد والقروب والمعاناة فضطر النبي صلى الله عليه وسلم ان يغادر مكة المكرمة ويدهب بعيدا الى اي مكان اخر فاختار الطائف الطائف هي اقليم يبعد عن مكة المكرمة بحوالي ستين كيلو مترا فذهب اليه النبي صلى الله عليه وسلم ماشيا على قدميه وكان معه مولاه زيد بن حارثة كان يعينه ويستعين به لكن المشركين سبقوه واغروا به حكام الطائف وحكام الطائف اغروا سفهاءهم فتعرضوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم ورجموه بالحجارة وضربوه رسول الله ضرب ورجم بالحجارة حتى قيل بان الدم الطاهر كان يسيل من جسمه واختضبت به نعلاه ولما كان النبي صلى الله عليه وسلم يعاني هذه المعانات واغلقت عليه كل المنافذ يلتفت يمينا الباب مغلق يلتفت شمالا الباب لا زال مغلق يلتفت الى الامام الباب مغلق يلتفت الى الوراء دوما الباب مغلق في جميع الاتجاهات الابواب كلها مغلقة فرفع رأسه الى السماء الى الاعلى ارفع رأسك الى الاعلى فان باب السماء لا يغلق لانه باب الله وهناك دعا بالدعاء المأتور الذي يدل على امتلاء قلبه كآبة وحزنا ويقينا في ربه جل جلاله كان يقول اللهم الا اليك اشكو دعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس يا ارحم الراحمين انت رب المستضعفين وانت ربي الى من تكلني الى بعيد يتجهمني ام الى عدو ملكته امري ان لم يكن بك علي غضب فلا ابالي ولكن عافيتك هي اوسع لي صار النبي صلى الله عليه وسلم يقول هذا الدعاء المأتور يناجي ربه ويطلب منه ان يؤازره خرج صلى الله عليه وسلم ولا احد يريد ان يسمع منه القرآن المشركون في مكة رضوه والسفهاء في الطائف رجموه من يسمع منه القرآن فبدأ النبي الكريم في الخلاء يقرأ كلام الله تعالى ويستأنس به وكأنه يسمع السماوات والاراضين والنجوم والحجر والشجر والدواب يسمعهم القرآن هنا ربنا عز وجل اراد ان يكرم نبيه فبعث اليه نفرا من الجن في ظلام دامس في صحراء متلطمة وحيد صلى الله عليه وسلم يعيش مع القرآن الكريم يترنم ويتلو ويجود فاذا بجماعة من الجن تأتي حوله وتستكر وتسمع الى هذا الكلام وتعجب به وتعلن اسلامها قال ربنا عز وجل وإذ صرفنا اليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا انصتوا فلما قضي ولوا الى قومهم منذرين قالوا يا قومنا ان سمعنا كتابا من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي الى الحق وإلى طريق مستقيم يا قومنا اجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم ربنا عز وجل خلد هذه الواقعة في سورة الأحقاف وأيضا في سورة سماها سورة الجن في القرآن العظيم وهي قوله سبحانه في مطلعها بعد بسم الله الرحمن الرحيم قلوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجب يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا وبعد هذه الحادثة الله جل جلاله أراد أن يكرم نبيه بواقعة الإسرائي والمعراج في السنة الخامسة قبل الهجرة بينما كان النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة من الليالي بمكة المكرمة نائما وكان يتأمل وكان يتأمل في ملكوت الله إذا بسقف بيته يفتح سقف البيت يفتح دون أن يهبط عليه تراب أو حجر أو أي شيء تحيل أنت نائم في بيتك ويهبط عليك من السقف شيء غريب دون أن يتهدم السقف ولا أن يزل هناك تراب ولا حجر وسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول جاءني جبريل وهو نائم فهمزني بقدمه فاستيقظ النبي الكريم ورأى يمينا وشمالا فلم ير شيئا ثم عاد إلى مضجعه ومرة تانية أتى الآتي فهمزه همزه بقدمه ثم استيقظ النبي الكريم ولم ير شيئا فعاد إلى مضجعه وفي التالتة لما همزه بقدمه قام فجلس فإذا به بجبريل عليه السلام وأمام سيدنا النبي دابة بيضاء يقال لها البراق إنها دابة من دواب الجنة ربنا في الجنة سوف يعطي العباد مخلوقات غريبة في الدنيا أعطانا الله الخيول وأعطانا الجمال وأعطانا الحمير والبغال وغيرها من الأنعام وهي تجري بسرعة كبيرة لكن في الجنة هناك أنعام من نوع آخر هذا واحد منها يسمى البراق أي أنه يسبق البرق في العدو إنه دابة من دواب الجنة أبيض طويل يضع حافره حيث يصل نظره وممكن أنه يقطع المسافات في أقل من رمشة عين سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم انطلق وأخذ البراق كما يأخذ الرجل حصانه حتى وصل عند الكعبة المشرفة عند البيت الحرام وهناك ذعى ربه فقال فركبت على البراق فانطلق بي بسرعة مدهلة وإني كنت أصعد في السماوات وأرى البلدان والأقاليم رأى بلد اسمها مدين وهي بلد نبي الله شعيب وصار حتى وصل إلى فلسطين وصل إلى بيت لحم حيث ولد عيسى بن مريم عليه السلام فنزل عند بيت المقدس وهناك ربط البراق بالحلقة التي يربط بها الأنبياء ثم دخل المسجد الأقصى إن شاء الله تعالى حينما يفتح الله تعالى على المسلمين بيت المقدس هناك صخرة عظيمة ثم تسمى صخرة البراق المكان الذي سوف ينزل فيه البراق لا تزال إلى حد الساعة آثار قدميه مرسومة لحد الساعة هو الشبيه ربما بمن زار الصفا والمروع سيرى ذلك الجبل الذي عند الصفا والمروع فيه آثار الذي كانت فيه أمنا هاجر مع ابنها إسماعيل أيضا في فلسطين هناك البراق لازلت قدماه على الصخرة وهي مكان مبارك يزوره الناس الآن صار مسيجا لأن البعض صار يتبرق به دخل النبي صلى الله عليه وسلم إلى بيت المقدس ودخل هناك فوجد الأنبياء في انتظاره ما يزيد عن أربعين نبي في مقدمتهم سيدنا إبراهيم الخليل وسيدنا موسى الكليم وسيدنا عيسى من روح الله وغيرهم من الأنبياء فتقدم إليهم وسلم عليهم جميعا وأمره الله تعالى بأن يصلي بهم صلى النبي الكريم صلى الله عليه وسلم بالأنبياء في بيت المقدس وقد حضروا جميعا ثم بعد أن انتهى من كل هذا جاءه جبريل عليه السلام وأعطاه قدحين أحدهما من خمر والآخر من لبن كما يعطى للضيوف فضرن نظر النبي صلى الله عليه وسلم إليهما فأخذ اللبن فلما بدأ يشرب قال له جبريل عليه السلام الحمد لله يا نبي الله لقد هداك الله تعالى للفطرة وسوف يهدي أمتك ولو أخذت الخمر لغاوت أمتك فاطمأن قلب النبي صلى الله عليه وسلم وعلم أنه سوف تكون له أمة سيدنا النبي أنا داك كان إنسان لا زال في مقدمة الدعوة لم يكن معه إلا القليل من المؤمنين مستضعفين من خلال هذا الكلام علم بأنه سوف يفلح في دعوته وسوف تكون له أمة وهذا في إعجاز الآن قد مر خمسة عشر قرنا من الزمن وصار فعلا لمحمد بن عبد الله أمة في مشارق الأرض ومغاربها وهذا دليل على صدق دعوته كل الكلام الذي قيل في فترة الضعف والهوان صار الآن يرى برأيه العين فكل كلامه كان صادقا إن هو إلا وحي يوحى علمه الشديد القوى وهذه الأمة قال هي على الفطرة الأمة الإسلامية هي أمة وسطية معتدلة كل الأمم في التاريخ ممكن أن تموت ممكن أن تضعف ممكن أن تندتر ولطالما مرت أمم بلا عد ولا حصر الإغريق والرومان والويندال والهنود القدماء والفنقيون وغيرهم الكثير كلهم اندتروا وحتى الأمم المعاصرة مهما علت ومهما استقوت سيمر عليها زمان وتنتهي إلا الأمة الإسلامية لن تنتهي لأنها مرتبطة بالقرآن والقرآن الكريم خالد وباق ببقاء الله وبالتالي هي هكذا تستفيد من تمسكها بالعروة الوثقى لما سمع النبي الكريم هذا الكلام ورأى الأنبياء من خلفه يصلي بهم اطمأن قلبه وعلم بأن هذا الأمر الذي كلف به سوف يبلغ مشارق الأرض ومغاربها وسوف يطول وأن هذه الأمة ستكون معززة مكرمة رغم أن اليوم أمتنا الإسلامية ضعيفة ومفككة ومتخلفة ولكن هذا فترة زمنية سوف تزول سيبعث الله تعالى من أبناء هذه الأمة من يرفع اللواء ويجمع الشمل ويقوي الداخل والخارج ويستمرون في حمل الرسالة بعد ذلك ستبدأ الرحلة في قسمها الثاني رحلة المعراج هذه تسمى أولا رحلة الإسراء الإسراء يعني من مكة المكرمة إلى بيت المقدس في فلسطين ومن ثم سوف تبدأ الرحلة التانية إلى الأعلى في السماوات العلى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أنه لما فرغ مما كان فيه في بيت المقدس أوتي إليه بالمعراج ما هو المعراج قال هو شيء لم أرى أحسن منه قط قال أرأيتم حينما يموت ميتكم ويمد عينيه إذا احتضر هكذا يقع يعني كأنه ينام يستلقي على ظهره مثل الميت لما يموت في النعش لكن لكن هذا المعراج لم أرى شيئا قط أحسن منه وكأنه جلس مسترخيا فأصعدني فيه صاحبي يعني جبريل أصعده فيه مثل المصعد فبدأ ينتقل من مقام إلى مقام انتقل إلى أبواب السماء وأول باب وصل إليه يسمى باب الحفظة عليه ملك من الملائكة اسمه إسماعيل تحت يديه 12 ألف ملك فلما وصل سلموا عليه واستفتح فقيل من هذا قال جبريل هذا معي محمد فقال الملك أو قد أرسل إليه قال نعم فقالت الملائكة جميعا مرحبا به مرحبا به فنعم المجيئ جاء ثم لما اقترب رأى النبي الكريم شخصا أمامه تقال من هذا قال هذا أبوك آدم فسلم عليه فرأى في السماء الدنيا أبونا آدم بمعنى أن لسه هناك حقيقة الموت الموت هي مجرد انتقال من عالم الفناء إلى عالم البقاء سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم رأى آدم على سورته وهو حي يرزق فسلم عليه فرد عليه السلام فقال آدم مرحبا بالنبي صالح والابن صالح ثم صعد النبي الكريم حتى أتى السماء الثانية وطبعا بين السماء والسماء ما لا يعلمه الله إلا الله من حيث المسافات بسرعة البرق يعني مليون سنة ضوئية بين السماء وسماء فلما صعد النبي صلى الله عليه وسلم إذا به يلتقي بيحيى وعيسى طبعا يحيى وعيسى نبيين وهما أبناء خالة فسلم عليهما قال له جبريل هذا يحيى ابن زكريا وهذا عيسى ابن مريم فسلم عليهما قال فسلمت ورد السلام ثم قال مرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح ثم صعد بالنبي الكريم صلى الله عليه وسلم إلى السماء الثالثة فاستفتح فلما دخل قال وجدت شخصا ما أجمله صورته كصورة القمر ليلة البدر ما أجمله يا جبريل من هذا قال هذا أخوك يوسف ابن يعقوب فسلم عليه فسلم عليه النبي الكريم وقال له مرحبا بالأخ الصالح والنبي صالح ثم صعد بي إلى السماء الرابعة فإذا به رجل وقور قيل من هذا يا جبريل قال هذا نبي الله إدريس ورفعناه مكانا عليا إنه من الداكرين فسلم عليه ثم صعد به إلى السماء الخامسة فاستفتح فإذا برجل كهل أبيض الرأس واللحية قلت من هذا قال هذا هارون ابن عمران فسلم عليه هارون أخو موسى سلم عليه وقال مرحبا بالأخ الصالح والنبي صالح ثم صعد به إلى السماء السادسة فاستفتح فرأى الرجل الذي يحبه قال هذا أخوك موسى بن عمران فأطال النبي الكريم النظر إلى موسى بن عمران وسلم عليه ورد عليه السلام وقال له مرحبا بالأخ الصالح والنبي صالح قال فلما تجاوزته بكى فرجع قل له يا موسى ما يبكيك قال أبكي لأنه لا من بعث بعدي يدخل الجنة من أمته أكثر ممن يدخل من أمتي لاحظوا بأن أتباع سيدنا موسى الكريم هم من بني إسرائيل عددهم الآن في العالم حوالي سبعة ملايين لكن أتباع محمد صلى الله عليه وسلم الآن أكثر من مليار ونصف وكل هذا يؤكد صدق دعوة سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم ثم سعد به إلى السماء السابعة فاستفتح فلما وصل وجد شخصا من هذا قال هذا أبوك إبراهيم عليه السلام قال إنه يشبهني قال هذا أبوك إبراهيم خليل الله فسلم عليه ثم بعدها صعد فوجد هناك البيت المعمور البيت المعمور في السماء هو كالكعب المشرف في الأرض الكعب المشرفة يطف حولها الحجاج والمعتمرين ليل نهار دون انقطاع كذلك البيت المعمور في السماء يدخله كل يوم سبعون ألف ملك إذا دخرجوا منه لا يعودون إليه أبدا تصور مرت ملايين السنين خلق آدم كما يقول علماء الأركيولوجيا خلق الإنسان في الأرض تجاوز المليون سنة وعالم الملكوت كان قبل ذلك بملايين الملايين السنوات حتى إن الكون قدر ببضع بمليارات سنوات تصوروا لكم أن تتخيلوا حجم وأعدد الملائكة هذا البيت المعمور الذي كان قبل كل هذه المخلوقات كل يوم يدخله ويحوط حوله سبعون ألف ملك إذا خرجوا منه لا يعودون إليه تصوروا كم عدد الملائكة لن تستطيع أبدا أن تستوعب هذا الرقم الخيالي إنه ملكوت الله ثم بعد ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم سيستمر مع جبريل حتى يرفع إلى مقام يسمى بسدرة الممتها هنا توقف جبريل وتخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا يا جبريل أنت كنت مرافقي في هذه الرحلة لماذا توقفت قال يا محمد لكل منا مقام معلوم أنا لم أصل إلى هذا المقام المسمى بسدرة المنتهى إلا اليوم إكراما لك أنا لو دنوت أنمولة لا احترقت لا أستطيع أن أزيد هذا مقامي لكل له مقام معلوم وإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يسمع يسمع أقلام تكتب وتمحو فسأل جبريل عليه السلام ما هذا قال هؤلاء الملائكة المكلفون بالأقدار يكون القدر مكتوب عند الإنسان في رزقه وفي أجله وفي كل شؤون حياته فيقدم العمل الصالح أو الصدقة أو الدعوة الصالحة فربنا يغير القدر من سيء إلى أحسن يمحو الله ما يشاء ويتبت وعنده أم الكتاب فعلم النبي صلى الله عليه وسلم بأن أقدار البشر تكتب وتمحى هذا ما قال فيه العلماء قدر مبرم وقدر معلق بسبب فقال يا جبريل واصل معي المسير قال لا هذا مقامي لو تقدمت خطوة لا احترقت ولو تقدمت يا محمد خطوة لاخترقت وفعلا سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم فتحت أمامه الحجب فبدأ في البراق يقطع مقاما بعد مقام مقاما بعد مقام وحجابا بعد حجاب حتى وصل إلى أعظم مقام تجاوز سبعين ألف حجاب وبين كل حجاب وحجاب مسيرة خمسمائة سنة فتوقف البراق عن المسير وهناك ظهر له رفرف وذهب إليه قد وصل إلى مقام العرش ومنها ترقى حتى وصل إلى منزلة قاب قوسين أو أدنى كما قال الله تعالى ثم دنى أي دنى محمد إلى ربه تعالى أي اقترب من المنزل والرتبة لا بالمكان ثم دنى فتدلى أي سجد لله تعالى يعني أقرب ما يكون العبد من ربه أن يكون ساجدا هناك سيدنا النبي سوف يجمع له الله الزمان والمكان ويطوي له الوجود وكأنه كتاب هذا ما يسمى بعلم الطي يوم نطوي السماء كطي السجد للكتاب أو كما قال الله تعالى والسماوات مطويات بيمينه رأى الوجود كله وكأن بين يديه كتاب رأى أول الخلق ورأى آخر الخلق رأى نفسه أنه قد كان موجودا قبل أن يولد أو يخلق آدم قال رأيتني نبيا وآدم لا زال بين الماء والطيم ثم رأى كيف خلق الله تعالى آدم وكيف خلق الملائكة وكيف خلق الجان وكيف خلق السماوات والأراضين رأى نظام الكون نظام الخلق رأاه كله بعينيه ثم رأى التاريخ البشرية كلها ثم رأى القيامة قد قامت ورأى الحساب والنشور وأهوال يوم القيامة ورأى من دخل إلى الجنة ومن دخل إلى النار طبعا قد يقول قائل هذا لم يقع بعد أي نعم بالنسبة إلينا نحن البشر محكومين بالزمان والمكان نحن عندنا حاضر وماضي ومستقبل محكومين بهذا الزمان والمكان لكن الله تعالى لا يحتويه زمان ولا مكان لماذا؟ لأنه خالق الزمان والمكان ربنا ما عنده ماضي وحاضر ومستقبل هذا قانون ودعه الله للبشر لا يحكم رب البشر فرأى النبي صلى الله عليه وسلم مشاهد من يوم القيامة ورأى غرائب وعجائب مما رأى صلى الله عليه وسلم رأى العرش والعرش هو أعظم المخلوقات هو عبارة عن كرسي كبير لا يعلم قدره إلا الله هو بجانب الكرسي من أعظم المخلوقات يحمله ملائكة الرحمن ورأى رأى الكرسي والعرش ورأى أيضا صلى الله عليه وسلم أشياء كثيرة متعددة من بين ما رأى رأى الجنة رأىها قد تزينت وتعطرت وتستعد لاستقبال زورها لهذا قال في الجنة ما لا عين رأت ولا أدن سمعت ولا خطر على قلب بشر ثم رأى صلى الله عليه وسلم النار ورأى فيها عذابا أليما رأى فيها أناس لهم بطون منتفخة كالإبل العطاش قال من هذا؟ قال هؤلاء أكلة الربا ورأى أناسا يقدفون بالنار في أفوههم قال من هذا؟ قال هؤلاء آكلوا أموال اليثام ورأى أناس يتنفسون على اللحم المنتن ويترقون الجيد قال من هؤلاء؟ قال هؤلاء الزنات يترقون زوجاتهم الصالحات ويدهبون إلى الباغيات ورأى أناس يخرج من فويم الصديد قال من هؤلاء؟ قال هؤلاء الشارب الخمر ورأى أناس يخدشون وجاهم وصدرهم بأدفار نحاسية قال من هؤلاء؟ قال هؤلاء الذين يمشون بالغيبة ورأى أناس تردخ رؤوسهم بالأرض قال من هؤلاء؟ قال هؤلاء تاركوا الصلاة ورأى أناس حولهم عجول يقومون بنطحهم قال من هؤلاء؟ قال هؤلاء الذين يتكلمون بالكلمة الفاسدة يؤدون بها الناس ورأى أناس تقرض ألسنتهم وشفاههم بمقارد من نار قيل من هؤلاء؟ قال هؤلاء خطباء الفتنة الذين يغيرون صدور الناس ويفتنونهم ويقيمون العداوة والبغضاء فيما بينهم ورأى الجنة ونعيمها كثير رأى أناس يقومون بالزرع ويحصدون في يومين قيل من هؤلاء؟ قال هؤلاء المجاهدون في سبيل الله الذين يعملون الصالحات إنهم يحصدون ما قد زرعوا في الدنيا ثم رأى الدنيا رأىها في سورة امرأة عجوز شمطاء رائحتها كريهة قال لها من أنت؟ قالت أنا الدنيا أنا التي كان الناس يجرون حولي ثم رأى إبليس رأاه متنحيا عن الطريق ورأى أشياء كثيرة وكثيرة جدا ثم صعد فإذا به يرى ربه جل جلاله رأى الله عز وجل وقد سئل يا رسول الله أرأيت ربك؟ قال الله تعالى نور أن لي أن أراه وفي رواية قال رأيت نور وتلا الله نور السماوات والأرض ثم كلم ربه سيدنا النبي كلم ربه موسى عليه السلام يسمى الكريم هو الذي طلب أن يكلم الله ورأى أن يرى الله قال رب أرني أنظر إليك لكن الله تعالى بالنسبة لسيدنا محمد رأاه وكلمه فوق صدرة المنتهى والدليل أن الله تعالى سوف تنزل هناك خواتيم البقرة آمن الرسول بما أمزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تواخدنا إن نسينا أو اخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إسرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعفو عنا واغفل لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين نزلت في هذه اللحظة في الإسراء والمعراج كل القرآن الكريم نزل فوق الأرض إلا هذه الآيات البينات وقيل أيضا نزلت إن الله وملائكته يصدون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما لما اصطفت الملائكة وقدمت التحية لرسول الله صلى الله عليه وسلم وجميعهم قالوا مثل الموكب الرئاسي التحيات لله الزكيات لله الطيبات الصلاوات لله السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين ثم كل ملك قال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله ثم صلت الملائكة جميعهم على النبي فقالوا اللهم صلي على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد قيل في الآثار بأن هذه الآيات وهذه الأذكار نزلت في هذا الموطن في الإسرائي والمعراج وهناك سوف يكلم الله تعالى نبيه والكلام فيه ثرائب ففرض الله على نبيه أن يقيم خمسين صلاة في اليوم فرض الله على الأمة الإسلامية خمسون صلاة فلما أخذها النبي الكريم وقفل راجعا مر على سيدنا موسى بن عمران عليه السلام فسأله بماذا أمرك ربك قال أمرني بخمسين صلاة كل يوم لأمتي فقال موسى آه إنها تقيلة وأمتك ضعيفة لن تستطيع ارجع إلى ربك فاسأله أن يخفف عنكم وعن أمتك فرجع النبي صلى الله عليه وسلم وطلب من الله جل جلله أن يخفف فوضع عنه عشرة ولما رجع إلى موسى قال له مثل ذلك قال ارجع إن أمتك ضعيفة وإنها تقيلة فبدأ النبي الكريم يرجع كل مرة حتى أمره الله بخمس صلوات في اليوم والليلة لما عاد المرة الخامسة قال له موسى بماذا أمرك ربك قال لقد خفف من خمسين إلى أربعين إلى تلاتين إلى عشرين إلى خمس قال ارجع إليه ليخفف عنكم خمس صلوات في اليوم والليلة كثيرة فقال النبي الكريم استحييت منه ما أنا بفاعل فلما قال هذه الكلمة ما أنا بفاعل وقد استحيت منه ربنا يسمع كل شيء نودي فقيل يا محمد إن لأمتك بهذه الخمس صلات خمسين صلاة نصلي خمس صلوات في اليوم تكتب لنا خمسون صلاة لأن الحسنة بعشر أمتالها ثم بعد ذلك عاد النبي الكريم مرة تانية إلى من بيت المقدس من سدة المنتهى إلى بيت المقدس ومن بيت المقدس إلى مكة المكرمة وربنا أراه آثار الأنبياء ومنازلهم وأراه أيضا بعير قريش تمضي في الطريق حتى وصل لما وصل النبي الكريم في الصباح كل غاد الحدث مر في تواني معدودات تواني معدودات هذا ما يسمى بالمعجزة والكرامة ربنا طوى الزمان والمكان وجعل أحداث طويلة كل سفر من مكان إلى مكان يحتاج إلى ملايين السنوات الضوئية ربنا جعله يقع في تواني هذا ما يسمى بالمعجزة المقرون بالتحدي فبدأ النبي الكريم يخبر قومه بالذي وقع فبدأ أبو جهل يسخر قال والله لقد جاء محمد بالذي كنا نتمنى سوف يكذبه الجميع وبدأ الناس منهم من يؤمن منهم من يبقى في شك وحيرة وطبعا أبو بكر الصديق هو الذي سبق وقال أنا أصدقه قالوا كيف تصدقه قال إنه لا يخبرني أن الخبر يأتيه من الله من السماء إلى الأرض في ساعة من ليل أو نهار فأصدقه فكيف لا أصدقه بهذا الأمر فسمي بأبي بكر الصديق وبقي النبي صلى الله عليه وسلم مجموعة آخرون مترددون فبعت الله إليه ملك الطوارئ وقال يا محمد ربنا يخيرك بين أن تكون عبدا نبيا أو ملكا نبيا ما تختار يا محمد إذا أردت أن تكون ملكا نبيا ملكناك وأعطيناك الملك والقوة والأموال والتروات والجاه والتقدير والاحترام وإذا أردت أن تكون مجرد عبد نبي عبد فقير يشبع يوم ويجوع يوم اختر ما تشاء فقال جبريل عليه السلام يا محمد يا محمد قل له أريد أن أكون عبدا نبيا فقال صلى الله عليه وسلم لملك الطوارئ خبر ربي أني أريد أن أكون عبدا نبيا فنزل قول الله جل جلاله في مقدمة سورة الإسراء سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير فالنبي الكريم قال بأن هذا مقام عظيم أن ربنا اختره عبدا أحسن مقام وأن تكون فيك العبودية لله لهذا هناك من يقول هذه الرحلة هل كانت عبارة عن رؤية منامية إذا كانت رؤية منامية فلا قيمة لها ولا ولا قداسة لها فالناس كلهم ينمون ويرون رؤى كثيرة هي لجت رؤية منامية البعض الآخر هذه الرحلة هل هي كانت بالروح أم بالجسد من من قال بأنها الجسد كان في مكانه والروح التي ذهبت لا هي كانت بالروح والجسد ويقضة وليست مناما لأن ربنا في القرآن الكريم يقول الذي أسرى بعبده والعبد يقتضي أنه كامل الكينونة جسم وروح وربنا بدأ بسبحان بالتسبيح والتنزيح والتعظيم لهذا الحدث هل هذا الحدث يعجزه المولى عز وجل ثم إن كل ما رأه النبي الكريم رأاه رأي العين لهذا قال الله عز وجل فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنى فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى يعني الآيات من خواتم البقرة إنما هي وحي من السماء لم يكن فيها جبريل حاضرا بين محمد صلى الله عليه وسلم وبين ربه جلع له فأوحى إلى عبده ما أوحى ثم إن النبي الكريم كل ما ذكره رأاه رأي العين رأى الجنة رأى النار ورأى آدم بين الماء والطين ورأى مفتاح الجنة مفتاح الجنة لا إله إلا الله محمد رسول الله لا تفتح إلا لمن قال هذه الكلمة ورأى مشاهد من البعث والنشور ورأى المستقبل القريب والبعيد ورأى الماضي الصحيق رأى كل شيء لهذا قال ربنا ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمارونه على ما يرى ولقد رأاه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى لقد رأى من آيات ربه الكبرى هكذا كانت أيها الأحباب الكرام قصة الإسرائي والمعرج وإن هذا الحدث نستحضره عملا بقول الله تعالى وذكرهم بأيام الله هذا يوم من أيام الله أردنا أن نستحضر هذا الحدث لكي نوقد جدوة الإيمان في قلوبنا ونتذكر دوما أننا ننتمي إلى أمة هي خير أمة أخرجت للناس ونتذكر أننا لنا بيوت الله الكعبة المشرفة في مكة المكرمة وعندنا المسجد النبوي في المدينة المنورة وعندنا أيضا المسجد الأقصى الذي بارقنا حوله وهو في فلسطين بيت مبارك معظم وفيه أيضا عدة عبار وعضات لا تعد لتحصى لكن الوقت ضاق بنا فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يحبب إلينا الإيمان ويزينه في قلوبنا ويكره إلينا الكفر والفسوق والعسيان ويجعلنا من عباده الراشدين قولوا جميعا ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر